فبعض الطرق اللي بيستخدمها أحبائي أول شيء الانقسام قال رب يسوع بيت منقسم على ذاته لا يثبت فأي بيت منقسم رح يتدمر رح يتحطم الانقسام لا على فكرة الانقسام لا يحدث بين عشية وضحاها بيخذ وقت إنه مع الوقت يبعدنا يفصلنا تتحول إلى بغضة ثم إلى جدل ثم إلى عدم التواصل ثم أحباء الانشغال فقدان الأولوية النفور من الشخص الآخر برود في المحبة وتوصل الوضع إلى الخزلان في التوقعات ولو هذا اللي أنا توقعته من الزواج وحتى شو ما عمل أي طرف في هذا الزواج خلاص صار فيه نفور بيبطل يحب صوتها شكلها نومها أكلها طريقتها يعني بيصير خلاص يركز على أي شيء لأنه صار فيه نمو نفور للطرف الآخر الانقسام عادة بيجي بسبب الأنانية والتركيز على الذات وطبعا دايما الدوافع هو الكبرياء والعناد والتمرد شو العلاج لهذا الموضوع؟ التواضع اشتركوا في القناة